موسيقى أهلا أحبائي اليوم سنسمع على اختبار الأخت نادية اختبار مميز اختبار جميل اختبار مؤثر وفعال في نفس الوقت بحييكم باسم الرب يسوع المسيح وبصلي من كل قلب أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك هذا الاختبار شوي بيختلف عن الاختبارات الأخرى نادية من خلفية إسلامية لكن ما عرفت أنه هي أصلا كانت مسلمة إلا في وقت زفافها طبعا شيء غريب شيء عجيب بالنسبة لنا لأنه منشوف كل أنواع الاختبارات شفنا اختبارات ناس تغيرت حياتهم سواء أئمة شيوخ معلمين للشريعة أو سواء الإسلام العادي الفولكلوري اختبارات من مسيحيين أشرار مسيحيين ولدوا مسيحيين لكن ما بيعرفوا شيء عن المسيح ونشوف كل أنواع الاختبارات اليوم ناس بتتغير حياتها سواء من خلفية إسلامية أو مسيحية أو هندوسية أو بوذية أو أي ديانة أخرى أو حتى اليهود أمريكاني إنجليزي فرنسي من كل النوعيات العالم ومن كل الجنسيات الشيء الكومن الشيء الوحيد اللي بين كل هذه الاختبارات هو شخص واحد يسوع المسيح وما فعله من خلال عمله المعجزي اللي ما زال حتى يومنا هذا تعرفوا يسوع مازال يصنع المعجزات بس واحدة من أقوى المعجزات لما إنسان بتتغير حياته من الظلم للنور من الموت للحياة إنسان عايش في القديم في العطيق مهزوم في خطيته مقيد بأصفاض العبودية مكبل مش عايش بحرية وبينطلق بيتمتع بالحرية واحدة من هذه الاختبارات القوية اليوم رح نسمعها اختبار الأخت نادية يمكن أنت بتتساءل في ذهنك هو شو الضروري الضرورة إنه واحد يشارك اختباره أو شهادته بالعهد الجديد كل شخص تقابل مع يسوع المسيح لا يستطيع أن يسكت كان دايما يروح يتكلم حتى مريض أو مجنون كورة الجدريين لما آمن بيسوع والرب حرروا من الأرواح الشريرة قال له أتبعك قال له اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك المرأة السامرية الرب يسوع اتقابل معها وغير حياتها مكتوب تركت الجرة وركدت إلى المدينة قائلة هلما أخبركم إنسان كل ما فعل ألعلى هذا هو المسيح مهم جدا أنه نشارك اختباراتنا وشهادتنا أول شي هي وصية من الرب يسوع المسيح أنتم شهودي وتكونون لشهود في أورشليم وإلى أقصى الأرض ثم الشهادة أحبائي هي الوسيلة لتدمير مملكة العدو وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت فإذن من هنا نرى أهمية الشهادة إنه نتكلم عن الشخص اللي غير حياتنا وفدانا وصنعنا خليقة جديدة وصرنا أولاد وبنات للرب الإيمان على حساب ما فعله يسوع المسيح والشهادة والاختبار أحبائي هو اللي بيحدد هوية المسيحي فالمسيحي ليس مجرد مسيحي اسمي ولا لأنه بروع على كنيسة ولا لأنه منتمي إلى طايفة معينة المسيحي هو الذي يعيش المسيح في حياته فالمسيح هو ساكن قلبه والروح القدس يسكن حياتك فإذن الشخص اللي تغيرت حياته ما بيسكن وإذا سكت معناته في علامة استفهام كبيرة لأنه الشخص المملوء من الروح القدس واللي ساكن في الروح القدس بيتكلم وبعدين واحدة من الموانع اللي بتخلينا ما نشهد الخوف ومرات كتير الأنانية والمجغولية في أنه مش عاوزين نكلم ناس لأنه احنا مجغولين في أولويات أخرى في حياتنا فشيء مهم ندرك أنه لما منسمع الشهادة هي تعبير عن هوية الشخص هويته في يسوع المسيح خلاص اختبر الحياة اختبر الشبع اختبر الفرح اختبر الحرية ذاق حلاوة المسيح مش ممكن يسكت لابد أن يخبر ابقوا معي رح نسمع لهذا الاختبار بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اهلا اعزائي يسرن اصطغيف الى الستوديو الأخت نادية أهلا وسهلا أخت نادية أهلا وسهلا فيك أسيس أنت سمعت المقدمة ومثل ما ذكرت أنه في شيء من الغرابة نوعا ما وأنا عاوزك توضحي هذا الأمر بتقولي أنه أنت من خلفية إسلامية لكن ما عرفت أنك أنت من خلفية إسلامية إلا في يوم زواجك صحيح شو اللي صار أو خبرينا شو اللي بالضبط صار معك اللي صار أنه أنا وعيت على الحياة بعرف أنه أنا مع المسيح يسوع وتربيت بدير أنا وأختي وطلعت من هالدير وعرفت أنه أنا حقا نخطي بتقدملي عريس بس قبل ما تنخطبي وأنت في الدير يعني تربيتي تربية مسيحية مسيحية أنا تربيت تربية مسيحية لكن ما حتخبرك أهلك حد بزورك أنه أنت هلو من خلفية إسلامية أبدا كنت عايشي جو المسيحية جو الترانيم جو التسبيح جو الإنجيل جو الرهبان يعني المنطة اللي كنت أنا فيها فيها دير وأنا تربيت بهالدير وكنت مبسوطة كتير يوم عرسي عرفت كان بابا مانع من هالزواج ما بده هذا الزواج يعني البابا كمان كان مسيحي بيك بابا كان مسيحي مؤمن وهو اللي عرفني على الكنايس وهو اللي كان ياخدني على الكنيسة من ظغري من أنا وظغري وما حكى لك أنه هو وما حكاني أنه هو من خلفية إسلامية إلا يوم زواجي كنت أنا وإياه بصراع تقريبا كنا ثلاثة سنين صراع أنه ليش ما بدي أتزوج هالشخص يوم عرسي قال لي الحقيقة كان اللي البابا أبوي كان أنه خلص يعني نكتب كتابي وأنا حاروح لبيت زوجي يعني ما بقفيني أتراجع يعني كان اللي مرفقني بمسيرتي هو الإنجيل طيب ممكن أسأل سؤال شخصي يمكن بس توضحي للي يمكن كتير من المشاهدين عندهم نفس التساءل بتقولي أنه نكتب كتابك وانت ما بتعرفي قال لي خلاص نكتب كتابك شو المقصود من الكلمة هاي ما بقدر أتطلق ما في طلق يعني أبوك مع العريس اتفقوا بابا كان مانع هذا الزواج لأنه عطى خلاص أنه عطى كلمة وانكتب الكتاب وبعد ما نكتب الكتاب أنا عرفت أنه أنا من خلفية إسلامية وكانت الصدمة لقالي كنت مصدومة كتير قلت له هلأ جيت تحكي قال لي أنا حقلك كلمتين يا حترجعي ميتي يا حترجعي مطلقة إذا كنت عايش قولي لي أنه هذا الكلام اللي قلت لي يا اللي قلت لي يا مزبوط ليه؟ بابا كان بيعرف الإسلام والتعصب والظلم والاضطهاد للمرأة ما كان في حرية للمرأة بالإسلام وأنا يعني هو يعرفين أنه أنا لوان رايحة رايحة للظلم فأنا نظلمت بها الزواج نظلمت 30 سنة طيب وخلال زواجك عرفت أنه أنت من خلفي إسلامية وإسا أو في هذه المرحلة أنت بدك تعيش كمسلمة مسلمة صح شو كان الإحساس خلال هاي سنين بعد ما اتشربت المسيحية والمرحلة اللي جاي في حياتك عم بتعيش كمسلمة كان صعب كتير أعطيني فكرة يعني الفكرة أنه المرأة بالإسلام الأول شيء لازم تتحجب تاني شيء لازم تتبع جوزة بكل شيء أنت لبست الحجاب أنا لبست الحجاب أنا أسلمت كمان رحت على المحكمة الجعفرية وأسلمت بالمحكمة الجعفرية كان عمري 16 سنة ما كنت فهماني أي شيء انكتب كتابي بالمحكمة الجعفرية وأسلمت بالمحكمة الجعفرية يعني صرت مسلمة شعية وبعدين المرأة بالإسلام لازم تلحق جوزها بكل شي زوجها مش بالبيت لازم إذا حدا ندق الباب ما تفتح تتحجب خمس صلوات كان فيه أمور كتير صعبة بحياتي كتير كانت الحياة كتير صعبة عشان أكون منصف مش كل المسلمين هيك بعمل زوجات هنا مش الكل لكن بتحكي من ناحية دينية ممكن أكتر لا الكل لا الكل في ناس بتتمثل أنه هي مبسوطة وهن مبسوطين بحياتهم ولكن لا لا الإسلام ما أنصف المرأة الإسلام خلى المرأة أنه صوتها ما يطلع صوتها العالي عورة ضحكتها عورة لباسها إذا لبست لابسة حجاب كمان عورة إذا سلم علي رجل ينتقد وضوءه يعني أنا ناجسة بالنسبة لأله فكل هاي الأمور كانت تزعجني ما كنت مبسوطة لأنك أنت متربية تربية مسيحية مسيحية فيها حرية فيها يعني نوع من الوضوح والشفافية أكيد بعدين بالإسلام لازم أنا ما فيني يوقف الأولاد لازم ضلني أنا جيب أولاد كل شي وأنا صبية عم جيب أولاد لازم ضلني جيب أولاد يعني جيبت ستي ما شاء الله طيب عمري 16 من 16 سنة بلشت جيب أولاد عندي أربع سبيان وبنتين بعدين اللي كان مكسر راسي لأولاد إنه أنا وين أترك أولادي وفل اطلع لأ لازم أنا ضلني مع أولادي متكمشي فيهم خلال هاي السنين الزواج كنت عايش الحياة الإسلامية لكن هل كنت بتفكري في المسيح كان بيرجعلك لأن الصعب أنا بعرف إنه الشخص شوفي مسيح ولا مسلم الإنسان اللي تربى على تعليم المسيح وعم بعيش حياة غير المسيح يعني في كتير مسيحين عايشين في الخطية هذا أصعب وأتعس حيال الإنسان اللي بيعرف بزوء المسيح بس عايش في الخطية وبيعرف بيعرف فبيعيش تعيس وبعيش كئيب ودايما حياته مهزومة صدقني أسيس صحيح كنت بالإسلام بس قلبي كان مع المسيح خلال هاي السنين خلال هاي السنين كلها والإنجيل كان مرفقني دايما كنت الإنجيل مرفقني ما ينزل من إيدي الإنجيل جوزيك شو كان رأيه في الموضوع؟ جوزي ما نهام الموضوع يعني أنا خلص محجبي مسلمي لابس الجلباب والحجاب بصوم وبصلي وبركع وأنا بالبيت مزروبي وخلص انتهينا أقرأ ما أقرأ هو مش هام والمهم أنه مرس جوه بالبيت ومقفل عليها الباب هذا هو بس والأولاد؟ الأولاد فيه اتنين منهم هني الكبار حطيتهم بمدرسة مسيحية وبقيد فيها ثلاثة سنين أنا حبيت أنه الأولاد ينتقلوا من الإسلام للمسيحية ويعرفوا الرب يسوع في منهم الأصغر من الكبير ظهر له المسيح ظهر له المسيح وشافه آمن هلأ بالمسيح بس آمن بقلبه هون بكندا نعم طيب هاي السنين أنت عايش مع جوزك أنت في حياة ازدواجية من ناحية عم تقر الإنجيل وذكريات المسيح بعدها في قلبك والحنين للمسيح بس أنت مكبوتة مقيدة مش قادرة لأنه متزوجة زواج إسلامي إسلام شو اللي صار؟ اللي صار أنه عشت معه تقريبا من الثلاثة والثمانين للتسعة وتسعين عشت معه حياة صعبة كتير يعني ربنا عطانا الصبر صبرت صبرت مش علشانه هو لا أنا صبرت علشان هالولاد وصبرت وكنت بصلي للمسيح دايما يا رب يا رب يا رب كل يوم يا رب حط رأسي على مخدي بقوله يا رب وصدقني أسيس ظهر لي ظهر لي بالسماء أنه أنا حبشرك بس قلت أنا شو هذا اللي ظهر؟ ماني فاهماني أعطاني مسيج وبعد تقريبا ثلاثة أيام كان الشخص إجا وجب لي دعوة على كندا رب أنقذني دعوة إليك؟ دعوة إلي؟ لا جوزي كان هون بكندا طليقي كان بكندا بس جب لي دعوة من الكنيسة تصور لحد وين أنه من قلب الكنيسة طلعت الدعوة أنه أنا أجي على كندا على مؤتمر وإحكي عن الحياة البدوية لأنه أنا كنت من خلفية إسلامية أساسي سعودي من خلفية بدوية؟ من خلفية بدوية لحظت هذا الشيء لأنك هنا في عندي صورة عن الحياة البدوية في أرض فلسطين فالصورة لفتت انتباهك وجذبتك قالت لي هيك إحنا كنا عايشين وجدي كان أمير أمير سعودي وآمن بالمسيح قبلي كمان وخلى كل القبيلة تابعه تآمن بالمسيح مش بس أنا جدي قبل ما يموت آمن بالمسيح وقبيلته كلها آمنت بالمسيح ناس راحت ألمانيا ناس راحت أميركا وناس راحت يعني طلعوا وتعلموا فأنا وقت اللي كبرت وعرفت أنه جدي آمن بالمسيح ليش أنا ما ظنني مسيحية حتى بابا ما قبلني أني أنا أتزوج زواج إسلامي كان معارض على هذا الزواج لأنه عرفان أنا وين رايحة أنا رايحة على النار أنا رايحة بإجرية على الظلم بشان هيك قال لك يا بترجعي مطلعة أو ميتي بس أنت رجعت مطلعة رجعت مطلعة بس في نظر المسيح الإنسان الغير مؤمن هو ميت ميت يعني محتاج للحياة أنا بالألفين وآربعة شفت بابا قبل ما يتوفى الله يرحم وروحت على لبنان أخذت الباسبور الكندي وروحت على لبنان وسألني قال لي بتروحي كنايس قلت له بابا أنا محجة بكي بدي روح كنايس قال لي ما خلص من هالحجة بقى روحي على الكنيسة تعرفي على الكنيس هونيك بلد الحرية كندا بلد الحرية قبل ما أطلع من البيت هوني أخذني على المطار إجاني صوت أنه هذا آخر نهار بتشوفي فيه وأنا قلت له وكانت الناس كلها موجودة أنا بكيت بيقولولي ليش أنت عم تبكي قلت له إجاني صوت أنه آخر يوم أنا بشوف أهلي ما بعرف أنا حموت أو هني حيموت وما بعرف فالرب أعطاني ويعني سمعت الصوت وصلت على كندا توفى أبوي بس هوي قبل ما يموت قال لي روحي على الكنيس رجعت لكندا شو صار مع الاحجاب رجعنا على كندا بالألفين وعشرة بدت المشاكل بي هون بكندا أنا جيت على كندا بالتسعة وتسعين وبيقولوا كندا بلد الحرية أنا عشت من التسعة وتسعين للألفين وعشرة بكندا أنا ما شفت حرية شفت ظلم لا كنت بعرف بانك ولا بعرف أحكي إنجليزي ولا بعرف أي شيء بره كنت محبوسي جوا ومسكر علي باب وبعدين بدت المشاكل هو جوز زواج متعة أخذ جوز وحدي هون بكندا زواج متعة بالجامع وبدأنا يعني انفصلنا والولاد كلها راحت يعني كل واحد راح باتجاه ستة ولاد راحوا كل واحد باتجاه وخطف الولاد الصغار البنت والصبي رجع رجعهم على لبنان وبقيت هون ثلاث سنين لحالي صرت أخدم وأعمل فلانطير وكنت بعدني بالحجاب لحد ما تقابلت أنا وشخص وإجا أول مرة تعرف علي هو لبناني وراح بعد بمرة أسبوع شفته وعطاني رقم تليفونه وكأنه الرب بعته لهالشخص قال له روح لعندها وبشرها بعد ثلاث أيام اتصل فيني هو الشخص قال لي ممكن تجي شربي عندي فنجان قهوة وعندي أخت من الأخوات عندي بالبيت قلت له ليش لا وجيت وشربت عندهم قهوة وبدأ يوم بعد يوم يبشرني عن الرب يسوع لحد ما إجا يوم قلت بدي يسلم حياتي للمسيح تعرفنا على مجموعة من الأخوة ورحنا لعندهم وكنت بعني بالحجاب وأخذوا أرقام تليفوناتي كنت منتظرة على نار يتصلوا فيني ويجوا لعندي يعملوا لزيارة كان قليل تلات سنين مش شايفي بنتي بنتي تجوزت بلبنان وكانت حامل ورجعت على كندا وبعدين اتصلت علي قالت لي بدي أجي لعندي كان اللقاء اجت لعندي يوم ما هي اجت لعندي اجوا الأخوات لعندي اتصلوا علي أنا ما بعرفهم اجوا لعندي وقعدوا بره بالسيارة هني تقريبا مصريين على عراقيين يعني على شوي سوريين كانوا خايفين انه يفوتوا لعندي انه هي بالحجاب نفوت نبشرها بالمسيح يمكن تطلب لنا الشرطة مش عارفنين انه المسيح بقلبي والمسيح معي وانا بدي بس انه باب اني اطلع كنت عم صلي لهالباب انه ينفتح يا رب وبالفعل انا فتحت الباب وهني فاتوا ويا رب يكونوا هل عم يشفوني انا بصليلهم بشكرهم وفاتوا رنمنا سوا وصلينا سوا وعلى الكريسمس كانت حلمت المنام تسألني بنتي قبل المنام اذا رجعت الى وارا وكنت عمرك خمسة عشر سنة شو كنت عملت تلا تسأليني انا ما كنت طلعت من الدير وكنت سلمت حياتي للمسيح وعملت راهبي قالت لي عم تحكي جد قلت له المسيح هو يكل حياتي وانا من غير وما بقدر عيش ما بقدر وحلمت منام المنام كان حلو كتير انه هي حدي وجبل عالي كبير يعني جبل جبل بدي اطلع كيف بدي اطلع مش عم بعرف ركب لي جوانح وطيرني وقفني عراسي جبل وانا عم عيطلة عم بندهلة تعي بتقول لي ربنا ركب لك جوانح لقالك انا ما ركب لي جوانح يعني ربنا سمع صلاتك انا بعدني ما بعرفه وكان الصبح وقمت شلت لحجاب وسلمت حياتي للمسيح طيب يعني شلت لحجاب سلمت حياتك للمسيح ايش شو بيعني لك هذا الاختبار منك سلمت حياتك للمسيح انا بحياتي جديدي المسيح عطاني كندا كندا حرية عطاني كندا كندا تنصف المرأة عطاني كندا اللي ايثينك هو بيقول لي هاي ارض الموعد بس خلي بالك القوانين الدولية او السياسية بتتغير وانتعار في اليوم المسلم في كندا عنده حقوق اكتر من المسيح بس قوانين المسيح ما بتتغير بالزبط هذا اللي عاوز اقول ان الحرية في المسيح حريتي بالمسيح مهما صار ومهما حصل انا حريتي بالمسيح ما بتتغير اي اوانين تتغير ما بيهمني اوانين بس انا بالمسيح انا بحياتي المسيح عشرته حلوة كتير وحياته حلوة كتير وطعمه حلاوة طيب انت ربيت في دير للرهبات عشت كل حياتك تقرى الانجيل حتى وانت مسلمي كنت بتقرى في الانجيل شو اللي لمسك في الانجيل اذا ممكن تشاركينا انا بدي اسألك سؤال بالتكوين وقت اللي جبل آدم وقال له بدي اعملك مرأة معين نظير ليش ما خلق له ام او اخت او اب انا بسألك اسيسة ده السؤال لالا لانه علاقة اول اشي الشركة بين بعض بين ادم وبين حواء بعدين الغرض للتكاثر عشان يتكاثروا هذه امرأة امرأة اخذت يعني عضم من عضمه لحم من لحمه وبعدين كان يعني هذا اللي منسمي الزواج الالهي المؤسس وهندسه الرب اللي هو يترك الرجل اباه وامه يعني بالعكس انه حتصر في شخص اللي هو هقرب شخص يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا كلمة يلتصق تسيمد كلمة الصمد يعني اللي بالعربي تسيمد يعني فيش اشي ممكن يكسر هذا الرباط والزواج كان بين رجل وبين امرأة واحدة وما جمعه الله لا يفرقه انسان لكن طبعا ديانات البشر وديانات الانسان غيرت هذه القوانين مشان هيك جابت المأساة والمعاناة على البشرية ولسيما اليوم بتشوف تفكك في الاسرة مثل ما ذكرت فيه شئ اسمه زواج المتعة طبعا بالنسبة للمسيحي شيء يعني غير مفهوم غير مسموع اطلاقا يعني عن هذا الموضوع هذا اللي غيرني وخلاني ارجع للدين المسيحي لانه ربنا خلق لآدم امرأة واحدة مش اربعة وبعد حضرتك عم تحكي وتقول انه صار تفكك كتير بالاسر اليوم بالاسر اليوم نعم ومن زمان كمان بالاسر الاسلامية كتير صار في تفكك وولادة شردت وولادة دمرت وولادة نفسيتها تعبت لانه الزواج الاربع بيخرب البيوت شوفي بالنسبة للشرق عنا الامور مشرعة دينيا وهاي هون المأساة يعني باسم الدين ممكن الانسان يمارس ما يحل له في الغرب عبارة بسيطة عم بقولوا لالله ابعد عننا لاننا بمعرفة طرقك لا نصر والنتيجة طيب انتو مش عاوزيني حططوني خارج الصورة فاتفضل فاليوم نشوف دفع الثمن اليوم الاجهاد والزواجات والشزوز والتفكك الاسري واصلا بطل فيه زواج صار فيه يعيش معها وإلى آخره فاتفككت الاسرة سواء في الشرق من ناحية دينية تفكك وسواء في الغرب من ناحية يعني علمانية انو حطوا الله على جنب وعم نحصد اللي عم نشوفه اليوم لكن اذا منرجع على تعليم المسيح هذا هو الاساس الاسرة صحيح فضلي اللي شدني للكتاب المقدس انو كل الكتاب المقدس بتكلم عن الحب شو هالكتاب يلي كله حب ما فيه لا دبحت ولا قتلت ولا صلخت ولا زواجت ولا ظلمت ما فيه انا قريته من اول ولا اخر من العهد القديم للعهد الجديد ما فيه صلخت وقتلت وضربت ما فيه كله حب بحب بحب كل ما افتح صفحة تجيني صفحة احلى منها كل ما فتحت جزء تجيني جزء احلى منه علمني اشياء ما كنت بعرفها علمني كيف ساعد علمني كيف حب علمني كيف اغفر علمني كيف حب عدوي علمني كيف اني اتواضع علمني كيف اركع ما علمني كون انا معي مصاري وشوف نفسي على الناس لا اخت نادية يعني تعارفة بالنسبة لمجتمعاتنا الشرقية انت تعتبر مرتدة صحيح بحسب الدين طبعا عندنا في في الشرق واللي جاذبك لتعليم المسيح بالذات موضوع المرأة الحب يعني محبت المسيح للمرأة صحيح لعوز اقولك اياتو انت في عرف الاسلام تعتبر خاينة بتحبيش وطنك او بتحبيش عيلتك او بتحبيش مجتمعك شو فيك ترد على الناس اللي بتدع هذه الامور اول شي انا مش خاينة لانه المسيح انصف المرأة اعطاها حقها وحب المرأة لانه هو اجا من نسل المرأة نعم اول شي وطاني شي وقت اللي كان على الصليب كانت النساء حواليه ووقت اللي قام من بين الاموات كانت اول شي النساء المريميات كانوا ابن الارمال اللي كان ميتي وحاملينه هو كان ما طلبت منه اوام لابنه من بين الاموات المرأة المكسورة الظهر وكانت في الهيكل وهو كان جلس لظهرها انصف المرأة كل الكتاب المقدس بتكلم عن المرأة فالجذبك في الشخصية المسيح تعامله مع المرأة اكيد حكي عن استر حكي عن رحاب حكي عن رحيل حكي حكي عن ستات كتير بالكتاب المقدس حكي عني وجابني لإله وانا بشكره فاذا انت مش خاينة بحسب ما بيدعو ابدا انت بتحبي بلدك تحبي وطنك اكيد بلدي الام هو لبنان وانا بحب بلدي انا مش خاينة بلدي وبتحبي عيلتك انا بحب عيلتي وانا بصلي لعيلتي كلهم انه يعرفوا المسيح ويعرفوا محبة المسيح لانه لما الانسان بيتغير بالعكس بيعودش يكذب بصير صادق بصير مستقيم بصير حتى القوانين الحكومية يتبعها يدفعوا الضرايب ويمشي مستقيم في كل شيء اكيد اختي اسمها استر وانا هلا عن جديد بحكي انا وياها قلت لها انت بتعرفي شو معنات استر قالت لي لا قلت لها روحي على الكتاب المقدس على العهد القديم واقري قصة استر استر خلصت شعب قالت لي ما كنت بعرف هذا الكلام قلت لها روحي لأستر واقري استر وشوفي خلينا نخط فاصل اخت نادية ونسمع ترنيمي كمان من اخت عابري من الاخت فادية خلينا نسمع لها الترنيمي هالصلاة يا أهلي وحبابي أن تجد خلاص في إلهي فتعال إلى ذك الفادي من خلاص نفسي وفداني إليكم أعلن أحبابي أنا أحيا الآن في ضماني إليكم أعلن أحبابي أنا أحيا الآن في ضماني فيا أبي وأمي وأخواني قد مات يسوع وفداني قد مات يسوع وفداني قد مات يسوع وفداني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي منواصل حديثنا مع الأخت نادية من خلفية إسلامية لم تكن تعلم هذا الموضوع عاشت في دير للرهبات وتزوجت زواج إسلامي وعاشت مع حياة مسلمة ومحجبة وبعدين اختبرت خلاص وشفاء المسيح أخت نادية أهلا وسهلا مرة تانية أهلا وسهلا وصلنا سؤال على الفيسبوك شخص من ميدل إيست من الشرق الأوسط بيسأل بقول ليه والدك إذا هو مسيحي زوجك من شخص مسلم ما كان موافق على هذا الزواج بالعكس أبدا أنا اللي وفعت أبدا ما كان موافق وبابا كتير يعني بقين أنا وياه صراع ثلاثة سنين بعدين قال لي خلاص يعني الخطيفة الخطيفة صعبة كتير بالنسبة للعرب خلاص أنا مش هكمل سؤال بالموضوع هذا بس أنه يعني هذا كان أنت قرارك أنت لا بابا ما كان موافق هذا قراري أنا لحظت من خلال اختبارك وأنا عاوز أسألك في بعض الموضوعات ذكرت كلمة الخلاص ذكرت عن اختبارك للمحبة واختبرت الحرية أنا عاوز بالأول شيء أسألك عن موضوع الخلاص شو اللي لمسك شو اللي غيرك في موضوع الخلاص شو الفحوة شو نقطة التحول اللي حدست في حياتك خلاص أنت تعيسة عارف أنك دقت المسيح وصلت إلى وضع خلاص ما عدتش بس شو هي النقطة اللي حولتك أنه فعلا صممت ترجع للمسيح صممت أني أرجع للمسيح لأنه هو المخلص الحقيقي لحياتي وكيف عرفته؟ عرفت أنه المسيح هو مخلصي من خلال الكتاب المقدس لمسني أنه خلاصك معي يعني أنا عندي حياة أبدية بالمسيح أنا إذا مت طبعا أنا عارفي وين رايحة لأنه هو مخلصي بالإسلام بيقولوا إذا موت ودفنت لازم يجي أنكر ونكير وما بعرف مين ويسألوني أسئلة وهذا أصبع كألمك والكفن ورقتك وقعد يكتبي الشي اللي عملتي بحياتك المنيح والشي السيء إذا كان حيزنوهم بالميزان إذا المنيح الميزان طبعا أنا حروع عجني هذا مش كلام أبدا فأنت اللي لمسك يعني وعود المسيح في موضوع الخلاص ما فيهاش لعب إن شاء الله أبدا يلا الله يسمع منك واضح واضح كلام المسيح طيب في نقطة تانية في موضوع الخلاص بتقولي إنه تحجبت كنت تصلي كنت تصومي بس ما رحت على الحج لا أوكي وكنت بتمارس الفرائض الإسلامية بحسب الإسلام أوكي وبنفس الوقت كنت بتعرف الإنجيل إيه المعادلة يعني فيه زي نوع من التناقض كان عندي فراغ كبير كان عندي فراغ كبير بحياتي ما في شي إنه عم يمليلي حياتي ما في شي بدي شي إنه استند عليه يعني السيد المسيح قالنا ابني حياتك على الصخر كانت حياتي مبنية على الرمل يعني إذا موت أنا وين هروح ما بعرف أنا وين رايحة مش عارفة بس وقت اللي اختبرت حب المسيح وحياة المسيح أنا بعرف وين رايحة أنا رايحة لعند المسيح أمين أمين وهذا يمكن للأسف أغلب الناس ما بيعرفون لا يعني اللي هو ضمان الحياء الأبدي والتأكيد الخلاص وما في أي كتاب في الوجود وأنا بتحدها ما في أي كتاب بيعطي وعد الخلاص والحياء الأبدية في صيغة الحاضر وأنا مثلك اللي جذبني واللي لفت انتباهي في هويته شخصية يسوع الحزم والعزم وإنه يعني مش أي كلام إذا سئل طب خليني أرجع لكم في الجواب لم يؤخذ على غرة ولا أوكي مش وقته ولا كده كان دايما وإنما بيمشي كان قوة تخرج منه لشفاء الناس وأي سؤال كان برد عليه وتعليمه كان متميز وبيكفي إنه حبني يعني لدرجة إنه قال أنا بدي أخد مكانك أموت عنك طبعا كإنسان وهي اللي لفت وجذبني لشخصية المسيح بعدين ذكرت المحبة وشددت كتير على المرأة اللي خلاك تنجز به للمسيح قلت المحبة وجبت بعض الأمثلة عن النساء ممكن توضح أكتر على موضوع المحبة يعني أنت ما كنت تشعر بالمحبة من قبل لا هو قالنا بحكي كتير عن المحبة بالكتاب المقدس هو قال حبوا أعداءكم حب عدوك كنفسك أحب قريبك كنفسك كيف أنا بدي أحبك نفسي كيف بدي أحب عدوي يعني ما هو عدوي رجعت أنا أعادت وصليت وقلت له يا رب أنا كيف بدي أحب عدوي علمني كيف أنت عارف المثل الشائعي عن الله يحب الذين يحبونه لكن جواب المسيح على هذا الموضوع قال إِنْ أَحْبَبْتُمْ الَّذِينَ يُحِبُّونَكُمْ فَأَيُّ فَأَيُّ أَجْرٍ لَكُمْ أَلَيْسَ الْخُطَاطِ أَلَيْسَ الْعَشَّرُونَ يَفْعَلُونَ هكذا العالم بيعمل هذا الأشي العالم بيحب اللي بيحبه لكن قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحده نفسه لأجل أحباءه هذا الشخص اللي بدي أتبعه علمني أنه لو كان بنص الليل وجاني اتصال أخت نادي أنا بالمستشفى أخت نادي بتلبسه بتروح على المستشفى مش بتظلت نايمة بتقول أنا ما دخلني أنا ما لي خاصة يموت ويعيش أنا شو بشو خلص أنا بدي نام لا المسيح علمني أني أخدم أني حب أني أعطي من قلبي أني اللقمة اللي هي بدي أكلها وجاري محتاج أخدها وأعطي إياها بدون تمييز بدون تمييز لا أسود ولا أبيض ولا مسلم ولا بوزي ولا أي كان المسيح علمني أني حب العالم كله شو من كان ما بتفرق معي وباسم الرب يسوع أنا بخدم وخدمتي تحت الطاولة وما حدا شايف هو اللي شايف بس تحت الطاولة يعني أصدق في الخفاء في الخفاء بالشلق الأوسط تحت الطاولة يعني في إنما إن لا نخدم أنا ما بميز بين أخو أخت ومسلم ومسيحي لا أبدا هذا اختبارك أنت شخصي اللي تغيرت هي نادية أكيد صرت خليقة جديدة صرت بنت للرب محبوبة على قلبه صحي بالعكس هذا زاد حبك لوطنك زاد حبك لعيلتك زاد حبك لمجتمعك زاد حبك لكل الناس قبل هذا الشيء ما كناش بهذه المحبة لا أنا كل يوم بتعلم حب المسيح كل يوم كل يوم بيعلمني شي جديد كل يوم بتعلم شي جديد يعني أنا قلت له يا رب أنا علمني كيف صلي علمني أي ساعة بدي صلي بعدني كنت بحكي لك إنه وعاني الساعة أربعة وقال لي أمي صلي يعني أربعة صباحاً أمت لحالي وصليت وفتحت الإنجيل وقريت الإنجيل اليوم وفي عندك كتاب بره كمان فتحته ولقيت نفس الكلام اللي أنا صليته ولقيته إنه أنا قاعد على الكرسي ومادي إجريه وبشرب قهوي وبصلي لك لأ أنا الساعة أربعة الفجر بقوم وبصلي لربنا ربنا يعطي هذه النعمة لكل المسيحيين أمين بإسم الرب يسوع لأنه في روح كسل وخمول بين المسيحيين والسبب إنه مثل ما ذكرت في البداية ليه ما منشهد في عندنا خوف في أنانية في عندنا حب للعالم خايفين على المستقبل وعلى أولادنا وعلى كده لكن في ساعة لما بنتكلم عن رب بجيب الرب اللي خلقته على صورة أنا في الحديث اللي أنا بدياته لكن من جوا والله أعلم تعرفي إذا فعلا المسيحية عبرت عن المسيحيين اللي امتلأوا من الروح القدس امتلأ من الروح القدس يعني تعيش سفر أعمال الرسل إذا ما عشناش سفر أعمال الرسل المشكلة مش في الرب إلهنا حي مشكلة فيه تد إحنا في شيء إحنا مش مظبوط وأنا بصلي رب يرسل هالنهضة هاي رب يكسر كبرياءنا وأنانيتنا وخوفنا أنا قالولي إيها تنين من خلفي إسلامية والتنين أحبائي ماتوا من أجل الرب واحد قال لي عندكم نور ليه بتخفوا النور واحد تاني اللي عندكم الحق ليش ساكتين على الحق بينما كل الديانات عم بتنادي في أمور باطلة ومزيفة مستعدة تموت من أجل قضية سياسية أو دينية وإحنا اللي عندنا الحق والنور ساكتين ليه؟ ليه؟ ليه إحنا ممكن نظهر في كل المؤتمرات وفي كل الخدمات وفي كل الاجتماعات ولكن فرغين من جوا الثمر زيرو ليه مش عم نربح العالم؟ ليه مش عم نغير الشرق الأوسط تركيا، شمال أفريقيا اللي كانت كلها أنا بتكلم عن محبة هون طبعا المشكلة تبعتي مش مع المسلم أو البوذة أو الكده المشكلة هي بين ربنا وشو الشيطان عم بيعمل في هذا بس الكلمة الأخيرة للرب وحنا عارفين مصير الشيطان البحيرة المتقدة بنار وكبريت في يوم من الأيام لكن في الوقت الحالة أنا عندي رسالة وهي رسالة الناس عم بتموت قدم لها رسالة حياة الناس جعاني أعطيها شبع عطشاني أرويها يأساني، بؤس، شقاء، ظلمي، جهل، فقر عم نشوفه عم بعم بلادنا أمية، طب قدم الحق وإعكس لأن الإنجيل بينشر الحضارة بغير الشعوب بأكملها لكن مع الأسف إحنا ساكتين الشيء الثالث اللي عاوز أسألك فيه اللي هو الحرية وهي شددت عليها كتير في أنه أنت حسيت بحرية شو بتقصدي بالحرية؟ الحرية إنه بالخمس صلوات لازم أنا أصلي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشا ولازم أنا أقوم قيام الليل المسيح لا، أعطانا الحرية بالصلاة كنت بسيارتي بصلي، كنت ببيتي بصلي، كنت بالمول أنا عم صلي أعطانا الحرية بالصلاة مش مقيدي أنا بالصلاة، الصلاة هو واجب، لازم تصلي، لا الحجاب هو كمان فريضة، لازم أنا ألبس الحجاب السيد المسيح هو يعلمني السطرة، أكيد والسيد اللي هني بيقولوا بالمسيحية بيشربوا كتير وخمور، لا، ما في خمور، ما في عربة دي، ما في، بالعكس، حياة المسيح حياة مقدسة، حياة قداسة الناس حر تختار الخطأ أو الصح صحيح الكتاب بقول جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة صحيح خلينا أقول لك شو نصيحتي لألك، اختر الحياة لكي تحيا أنت، فالفكرة في اتهامات كتير على المسيحية بدون فحص مزبوط إنتوا جماعة مشتركين، بتوكلوا لحم الخنزيل، بتشربوا الخمر، مين قالك؟ مين قالك؟ منين أخدت هذه المعلومات؟ صحيح وإذا أنت عم تستقم معلومات غلط، إحنا مالنا، إحنا مش مشتركين، إحنا ما من آمن إنه الله اتخذ صاحبه، فيش حدا مسيحي مجنون بآمن في هذا الشيء، محد يعني، فيش حدا مسيحي بآمن بتلت آلهة، نحن نؤمن بإله واحد، خلاص، إنت مشترك، هو هيك، ليه؟ لأنه إذا فكر بدي يتغير، لأنه في محاسبة، محاسبة، طب أنا أوكي، هل في يوم من الإيام أنا سألت؟ طب خليني أسأل مسيحي، بايداوي، أنت ليش بتؤمن هيك؟ أنت فعلا بتشربوا، بتسكروا، الكتاب ضد السكر مزبوط بعدين، الخمر عم بيغلب الشرق الأوسط بالخليج بسبب الغير مسحيين اللي بيشربوا الخمر أكتر من المسحيين صحيح فإذا ما نتهم فئة معينة، يعني، وأنا مش مسؤول على ممثل إذا لابس صليب وعم بتمارس الجنس على الكاميرا أنت عارف فيه فرق بين الناس اللي اسميين أو اختبر المسيح، مثلك أنت لابس محتشم لكن بنفس الوقت، يعني الصورة المقدمة هي صورة الحشمة، لكن مش الكبت والضغط صحيح، مش إذا أنت بيّن أصبعك هذا كله رح يلتب في جهنم، خوف ووعيد وكذا لا، في حرية بالمسيح هاي اللي أنا فاهمه من الحرية الحقيقية بعدين أنا بدي وضح صورة لأخوات المسلمين أنه بالكتاب المقدس، الرب يسوع قال من نظر لأمرأة واشتهاها في قلبه كأنه زنة رب عطاني الحرية، رب ما أنه شايفني أنه أنا سوري أنه يعني وقت بدي فوت أخد شاور أخد حمام ومش شايفني بالحجاب، ليش أنا بدي أتحجب؟ لشو أنا بدي أتحجب؟ علشان شو أنا بدي أتلفلف؟ بسكر ما الرجل ما يتطلع فيني تطليعة، مش منيه؟ طب المشكلة في الرجل مش في المرأة طبعا، أنا اللي اختبرته ما هو المجتمع أنه المرأة لما قلته قلته عورة، معناته كل المشاكل من المرأة يا، المشكلة هو من الرجل مش مني أنا، أنا ما دخلني من روح على شط البحر بتلاقي منقبة، بتلاقي جوزها لابس شورت، أصير أكيد وعاري وعم بيتسبح، عم بيعوم طب شو الفرق؟ هو الرجل والمرأة لازم يكونوا محتجمين؟ ليش الله خلاله إله هو ينبسط ويطلع ويروح ويجي بكامل حريته وأنا بدي أتلفلف من فوق لتحت هذا مش ظلم؟ لا، وكمان صدمتين بفكرة زواج المتعة يعني أنه يعني آه زواج المتعة يعني شو؟ يعني أنا بتمتع إلى حين آه شرعيا دنيا بطلق في الوقت المناسب مزبوط، هو زواج محدود يومين؟ شهر؟ خمسة عشر يوم؟ هذا هو؟ وإنه هذا زنا، ليش ما بتقوله هذا زنا؟ وإنه الله لا يشمخ عليه، والله ما بينضحك عليه عرفي ومتعه إذا إله ضعيف، بحللي كل الأمور على الأرض إذا إله قوي، هو إله قدوس، ما فيك تتلاعب في خوف، مهابة، مهابة الرب وهي يمكنك كثير من المسيحيين مش فاهمينها وكثير من المسلمين مش فاهمين فأنت اختبرت الحرية، لما تقول اختبرت الحرية شو بتقصدي؟ اختبرت حرية المسيح يعني بصلي بحريتي برنم بحريتي بسبح بحريتي بخدم بحرية بروح على الكنيسة بحريتي بفوت يعني الجامع ممنوعة تفوت عليه المرأة مقصوم نصين قسم للمرأة الرجال لازم ما يشوف المرأة وهي عم بتصلي أنا فوت على الكنيسة عادات قديمة على الفكرة عادات يهودية وكمان بين وبينك يعني حتى في كنايس مسيحية كتير بتحط حاجز أو النساء لجانب ولكده مش هاي النقطة، النقطة الرب يسوع قال من القلب تخرج الأفكار الشرية كيف قلبك؟ حيثما يكون قلبك هناك يكون كنزك فإذن من الكنز الصالح يخرج الصالحات عارف من القلب الصالح فالفكرة أنا شو النية تبعتي شو الدافع تبعي شو جواي أنا مين اللي شايفني؟ أنا بظهر أمامك بحط حجاب بس أنا عايش الخطيئة مثلا مزبوط صحيح وأنا ببين قدامك بار وبس عم بمارس الخطيئة صحيح بس الرب شايف أكيد الرب شايف أنا ما بخاف أنا ما بخاف من الرب أنا بخاف من الناس الرب ما بيخوف الرب حلو كتير لا بس إحنا من خاف الرب اللي بخاف الرب بخافش من الناس أبدا بس إنت أصدق يعني ما بتخافي لأنه الله مش نازل بالصوت عم ب يعني أقول لك أسيس على شي إذا أنا أركبت أنا وياك بسيارة ورايحين مشوار يعني إذا حدا شافنا حيظن لا خيي بالمسيح أختي بالمسيح نحن ولو نمنفر بيت أنا وياك الرب تلتنا من اجتمع اتنين أو ثلاثة المسيح في الوسط بالإسلام بيقول من اجتمع اتنين الشيطان تلتهم لا أنا في المسيح يعني فكري وقلبي مع المسيح وهو نفس الشي أخوي بالمسيح فكره قلبه مع المسيح ما في ظن بيني وبينه فهذا حريتي بالمسيح أخت نادية حياتك تغيرت أمين شو اللي عم بتعملي قسة هلأ عم بدرس الكتاب المقدس عم بتعلم كيف أني صلي كما بيقولوا أخواتنا المصريين بلاجاجة يعني أني صلي كتير صلي للناس الفقيرة صلي للناس المحتاجة إذا أنا بقدر أني ساعد بمصاري الفلوس إذا فيني ساعد بسيارتي أني أنقل وآخد وجيب ما بأسر في ناس بحاجة أني لألي أقعد معهم وسليهم نفس الشي كمان حياتي بالمسيح تغيرت كتير خبزنا كفافنا أعطينا اليوم والرب غفر لذنوبي على الصليب وهو يكمل بحياتي في ناس عم بتشوفنا في ناس مسحيين في ناس مسلمين كان عم بقولوا هاي الكافرة المرتدة ربي باركم والناس في مسحيين اللي عم بشوفوك مش فاهمين طيب شو الرسالة اللي بدك توصلة لهاي الناس كلها أنا في كان مؤتمر من ثلاثة شهر ونزلت والخادم ربي باركم قالي نادية نزلي احكي نزلت قلت يا بختكم يا مسيحيين باللبناني يا نيالكم يا مسيحيين عندكم كنز حلو كتير عندكم عسل مش عسل الأرض عسل السماء بس مش فاهمين قيمتو طيب كتير أنا ظهر لي كذا مرة ويا بختي ويا نيالي بالمسيح وأنا بقول لكل مسلم ومسلمي اقروا الكتاب المقدس وشوفوا حلاوة الكتاب المقدس وبيبدأ ببيتي وبأهلي وبعدين الناس الأخبار الحلوة أنه بعد صلاة الرب جاب لك كل أولادك رجع لك كل بيتك رجعوا للبيت رجعوا ورجعوا للمسيح لا مش الكل نو مش الكل رح نكمل بالصلاة من أجل أولادك ونثق في وعود الرب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وهيك يوم من الأيام رح تشهد وتقولي أما أنا وبيتي فلنعبد الرب أمين أمين كلمة أخيرة بتحب توجهيها أنا بشكرك أسيس وأنا بحبك كتير وأنا بوجه رسالي لكل إنسان عم يشوفني أنا أنا حابة يوصل ترنيمي اتعلم الترنيم وقف على المسارح ورنم للمسيح وسبح وكل الناس رفضتني مرفوضة تسكي المسيح هو قبلني أني يرنم له بالبيت بالسيارة برا جوا مش فرق معي أنا شو قلبي أني أتعلم ووصل كلمتي لكل إنسان مسيحي وغير مسيحي إنه يجي للمسيح أخت نادية ربنا يباركك ربنا يحميك أمين وربنا يعودك ويسترد كل مسلوب في حياتك أمين ويملأك بكل نعمة أمين وهيك تشوفي مجده وحمايته وبركته عليك من كل ناحية يعطيك لسان تسبح وترنمي هاي طلبتك أمين ولسان تشهدي عن يسوع المسيح أمين شكراً كثير حبائي بالختام عاوز أقول شيء مهم جداً لما منشهد إحنا عم نهزم مملكة العدو إنه ناس تحررت من قبضة إبليس وتغيرت حياتها بنعمة المسيح وبغض النظر ما خصش شو خلفيتك المسيح هو ليس للمسيحيين فقط بل المسيح هو لكل العالم لأنه مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وعندما تأتي إلى المسيح قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الرب باركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر